أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة يعد وجها بشعا آخرا من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة ضد المدنيين الفلسطينيين ومقاومات وجودهم الإنساني في قطاع غزة أشرت الخارجية الفلسطينية إلى أن إخلاء المجمع يشكل إمعانا إسرائيليا رسميا في التعامل مع الوجود الفلسطيني في مدينة غزة وشمال القطاع بما يعمق من الكارثة الإنسانية والبيئية التي يتعرض لها القطاع ويزيد من الضغط الواقعي على المستشفيات في جنوب قطاع غزة مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تشهد منطقة شرق الأوسط منعطفا خطيرا في قضيته المركزية الأولى بما قد يتسبب في توسيع نطاق الصراع حال استمرار الأمور على ما هي عليه دون تحقيق فعلي لحل الدولتين الواقع الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشير بدرجة أكبر إلى تفاقم الأوضاع بسبب العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية إذ أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد عشرات الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال جراء قصف إسرائيلي على عدد من الشقق السكنية في مدينة خانيونس جنوبية قطاع غزة وفي وقت يضع فيه الاحتلال المدنيين الفلسطينيين ومرافقهم المدنية ضمن أولويات أهدافه واصلت مقاتلات الاحتلال شن غارات كثيفة على محيط المستشفى الإندونسي شمالية غزة بالتزامن مع قصف مخيم جباليا مما تسبب في استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين وفي شرقي قطاع واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعية العنيفة على أنحاء المنطقة فضلا عن استهداف عدة منازل في رفح جنوبية غزة ومن غزة إلى الضفة الغربية أعلنت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس وسط الضفة الغربية وفي غضون ذلك تتواصل الاشتباكات في مناطق مختلفة من شمال ووسط قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الذي يتكبد خسائر كبيرة في الجنود والضباط والعتاد مع إعلان الفصائل عن تدمير أكثر من 62 آلية تابعة لجيش الاحتلال وتنفيذ عمليات نوعية تصعب على السلطات الإسرائيلية المرتبكة تحقيق أهدافها في قطاع غزة